إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا يا طيبين مرحبا يا شباب كيف صحبتكم إن شاء الله أموركم بخير ويا رب دايما تكونوا بخير والله يفرج علينا وعليكم على أمة محمد يا رب كرامة لسيدنا محمد طبعا شباب هلأ عندنا الفيديو طبعا إن هذا الفيديو وعد فيه من زمان بس الفيديو يعني بده يكون بصراحة والله كل ما بقول بالدعم لو صارت عندي مشكلة بالجهاز كذا فرمت الجهاز راحت الملفات وإلى آخر فجاء الوقت إني أنا فز وعادي لأني أنا وعدت أكتر من شخص عن المسنجر بالأمانة إنه يعني يطلبوا مني سكينات قلت لهم أنا رح أنزلكم يعني أنا رح أنزل كل شي وخلاص أنتوا ساولوا اللي بدكن إياه تمام شباب هلأ بداية نحن عنا هذا الملف أنا بس ركز معي يعني بتمنى يا جماعة بس يعني اسمعوا اللي بهمه الموضوع يسمعني وما بهمه هو حر يعني أنا ما عبطل من الناس أنه تسمع كلام فاضي يا سماح الله هذا المجلق عليه باسبورت أنا ما بدي إياك ما بدي إياك تجي هلأ أتفك وتحمل إذا بهمك الموضوع تابع شرحي من البداية للنهاية بعدين بعد ما منخلص رح يظهر لك الباسبورت تفك الضغط بعدين أنت بتشتغل على راحتك يعني لا تفكرني أنا بدي أخذ منك أكتر من مشاهدة أنت بس فتحت الفيديو حسبت علي مشاهدة إذا بتفتحه مليون مرة نفس الشخص خلاص عندي مشاهدة وحدة فلا أما بتنزل الفيديو وبتحضره شوي شوي مشان تنفذ تطبق لا أما تريد تفتح الفيديو وتساوي هلأ شباب ندخل على ملفات شغلنا هذا المجلد هي مود استوديو هذا مود استوديو يلي هو بدي يحولنا صيغة البي ان جي لسي سي لحتى يصير مود تمام وفي عنا هذا البنت تبع برنامج الفوتيشوب طبعا هذا اللي أنا أحسنت أني أشتغل عليه أسهل من الفوتيشوب اللي هو الأوديو هذا تمام بأنت لازمك هداك لأنه هلأ رح تشوف ليش لازمنا طبعا هذا هو طبعا أنت هوني هذا أنا بس هذا يعني أنا هذا بس فكت الضغط بتحمله عندك على الجهاز مثل العادة يعني بتحط له تشغيل كمسؤول هلأ أنا ما بدي أسبته لأنه عندي جي يعني عندي هو وإذا طلع عندك أي مشكلة بهذا يعني أي مشكلة فيه اكتب الاسم على جوجل وطالع طبعا هذا حقه مصالي بس هذا مكرك جاهز يعني هو هذا يعني يعني دكت الشري شري بس هذا مكرك يعني هي أيقونة التسبيت أنا أعطيتك إياها تمام وفي عنا هذا اللي هو الأوالب اللي نحن نشتغل عليها طبعا هاي السكانيا الرينو المن والمارسيدس والداف وهي الأمور تمام وفي عنا هوني الأيقونات هدول الأيقونات هلأ يعني هدا كله رح تشوفوه لإيش هدا اللي نحن بدنا نشتغل عليه تمام شباب هلا نحن بداية بداية رح نشتغل على هالصور اللي أنا جبتها طبعا هاي صورة الأمورة جوليا بنت حبيب قلبي الله يحميله إياها بجا سيدنا محمد وأمانة برأبتكم لما بتكون تشوفوا الصورة صلوا عن نبي هاي أمانة برأبتكم يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن وصلوا عن نبي ياريت يعني طبعا كله ياتكم أحباب قلبي يعني أنا ما يعني أنا يعني الحمد لله رب العالمين الباب اللي بيني وبينكم ما في عليه أي حواجز أي شخص بطلب مني أي شي أنا جاهز تمام شباب الآن نحن أنا رح أختار هاي الصورة طبعا أنت بتختار أي صورة من نت أي شي بدك تعمله نحن خلينا على موضوعا يعني شرحنا بهاي الصورة باجي بضغط على الصورة بحط كليك يمين أوبين هاي يعني تفتي فتح باسم أنا بعطيه بالأودي بالأودي بي تبع برنامج الفوتوشوب هذا كلتنا بنعرفه هلا هذا البرنامج في حال أنه إذا كان ما هو موجود عندك هذا إذا ما هو موجود عندك أنت بس كتاب اسمه على اليوتيوب وحمله ونزله ما في مشكلة عليك بينما أنا البرنامج التاني أنا عطيتك يا برنامج التاني عطيتك عيقونة التسبيت فينا كتسبته طبعا شباب هاي الصورة صارت عندي أنا على الفوتوشوب هلا بدي أجي بدي أختار صورة تانية بشان أدخل أدخل الصورة معه هون بندخل على الصور هاي الصورة طبعا أنا صار عندي هوني نتاش عندي صورتين تمام شباب هلا أنا هاي الصورة بدي أفرغها بدي أفرغ بس بدي أخد جسم الصورة بس بدي أخد صورة جوليا الله يحميها يا رب طبعا بأخد هذا الخيار اللي هو هون يعني هذا الخيار ليكو هذا الخيار بأخده وبدي أجي هوني أفرغ الصورة بجي بعملها هيك بجي بحط كونترول اكس أخدت أنا الصورة بجي بدخل لهون بحط كونترول بي صارت الصورة عندي هون بجي بضغط هذا الخيار اللي من فوق مشان يعلم لي بس على الصورة مشان أنا بدي أزغر فيها بدي أكبر فيها طبعا أنا اخترت هاي الصورة لأنه إجت ملائمة على يعني على الشي اللي بدي أعمله هلا بتعرفوا ليش بخلي إيدها لجوليا أيوة هوني عن تمة لهاي اللعبة شايفين يعني أيوة هي بجي هوني بزغر هاي يعني شوفوا هاي عبتطلع على جوليا وهاي عم تبوس إيدها لجوليا الله يحميله إياها لابرهان تمام شباب هلا هوني هيك يخلصت بس بدي أضيف شغلة رح أضيف شغلة هوني يعني مشان تكون حلوة الصورة أني أنا رح رح أضيف اسم جوليا طبعا أنا اسم جوليا جبته من على الأنترنت هذا هو أخدت أنا هذا الخيار شباب أخدت هذا الخيار اللي هو المحاي الساحرة يعني بهالمعنى مشان بس أفرغ الصورة شايفين فرغت بس أنا بدي أخد بس الاسم رح أجيب الاسم لهون وأحطه هون تمام هلا هيك يعني بقول ممكن نقول أنه صارت الأمور جازة أو نحطها هاي هون مثلا أحلى لا وضعه هوني حلو وضعه هون كتير حلو طيب هلا أنا هوني هاي المرحلة خلصت منا طبعا شباب أنا ما نعب أعلمك فوتيشوب أنت بتحب يعني تتابعني أنا أشعب بعمل تابعني أنت بالنهاية أنت عندك صور أعلام الوطن العربي صور أي شي بس أنا ليش حبيت أعمل الشرح على هذا الموضوع يعني فيه طبقة كتير منيحة متزوجة الله يحميهم يا رب ويحميلهم أولادهم بلعبوا اللعبة فتخيل أنه أنت جبت صورة ابنك وأنت ساويت هذا الحكي وحطيته على الشاحن لما بيشوف ابنك إيه عجبك وأنت عم تلعب تخيل فرحة ابنك وهو عم بيشوف صورته بالشاحنة يعني وهذا ولد يعني ما بيستدرك الأمر يعني أنت تخيل فرحته بس تمام شباب هلا طبعا هوني أنا هاي خلص أنا هاي هيكي رح أكتفي فيها هون بس أنا فيه هوني هاي الكاسة آيبا خلص هيك هيك رح أكتفي فيها تمام تمام شباب هلا أنا بدي بس بدي أعمل لها إطار للصورة رح أعمل لها إطار للصورة أول شي لازم أفك الضغط أفك الأفل عنها هاي هاي الصورة لازم أني أفك الأفل لأن الصورة مقفولة فأنا رح أزغر من هوني شوي رح أزغر من هوني شوي ورح أزغر هاي من هوني شوي كمان بجي بضغط على هاي الصورة كمان بضغر شوي هلا بضغط على صورة جوليا الله يحميها تمام هلا هيكي صار يعني الصورة توقع ملائمة مع الشكل اللي إحنا عم نشوف مع اللي إحنا عم نشوفه قدامنا هلا إيش دع أعمل بدي أعمل لها إطار للصورة كاملة فأنا بضغط هذا الخيار اللي هون وباخد تاني خيار من هون هذا هو هلا هون هوني فتح لي لأ أنا معلم على جوليا لازم أنا أعلم أيوة على الصورة كاملة فتحنا هلا أنا بدي أخد لون هذا اللون اللي بدي أخده لون الأصفر يعني بدي أخد هذا اللون اللي مشان يعني أعكس كل الألوان معهم هذا اللون تقريبا أيوة هلا بعطيه أوكي وباجي هوني بكبر الصورة أيوة خلص ما بعرف ما حبيت الأصفر يا شباب ما طالع حلو الأصفر خليني أغير لا خليني على لون بلوز تلا جوليا لأشوف آه هاي أحلى قط من لون البلوز طبعا أنت لما تختار لون بس تضغط على هذا يعني بتضغط على محل اللون بيجيك ألم أيوة بتضغطون هاي أيوة بلوزة جوليا طلعت أحلى البلوزة طلعت أحلى طبعا هذا هلا نحن شو بدنا نعمل آه بدنا أيوة بس هاي الكتابة لازم أرفع شوية يعيني عليك يا أبو أحمد تمام هيك صار الوضع تمام هلا شباب أنا هاي خلطت من هاي الصورة اللي بدي أشتغل عليها هلا هاي رح أعملها سيف طبعا الصيغة اللي بدك تحفظها فيها ما بتهم يعني لو كانت جي بي جي ما بيأثر هاي الصيغة جي بي جي وهي هون نكتب جوليا وبعطيه سيف بعطيه أك هلا هاي الصورة اللي نحن إنشأناها هي صورة الجوانب تبع المقطورة ضل عندي صورة السقف بضغط هون هذا الخيار بروح على open رح ياخدني على الصور اللي أنا فتحت منه صورة السقف رح أختار أنا هاي الصورة طبعا رح أختار أنا هاي الصورة هون الكل عبي طلع لفوق فشو لازم أعمل هون لازم هون أحط اسم جوليا مثلا ايوة خلط هيك الكل عبي طلع الاسم لأنه ما رح تظبط إني أنا أحط صورة هوني ما رح تظبط إني أنا أحط صورة هيك الكل عبي طلع الاسم يعني هيك ايوة الكل عبي طلع الاسم هيك تمام هلا هاي رأسنا بعملها حفظ هون هاي نعملها كونتور هاي ما بدها كونتور خليها بدون كونتور هاي نعملها سيف هلا طبعا هدولة نحن حفظناهم شباب بدنا نرجع نجيبهم عشان نغير المقاسات أنا يعني أنا هايك طريقة شغلي يعني أنتوا بجب تشوفوا طريقة تانية ساوي اللي بدك يا خلين هاي أحطها رقم اتنين مثلا هاي جي بي جي تمام هلا ضلت عندي صورة الباب الخلفي هاي اوبين صورة الباب الخلفي أنا لقيت هاي أنسب صورة كعلوان كعلوان أني أنا أحطها لجوليا هوني بس هوني أنا رح أضيف عليها شغلي هي ميسكة بالونات جوليا أنا رح أضيف عليها هذا البالون شايفينه هذا البالون أنا بس رح أخذ البالون بس فقط لا غير هذا هو هون ايوه بدي هذا البالون أعطيه كنترول اكس أخذت البالون رح نرجع عالصورة نقول له كنترول في كنترول في أحطه هيك يعني متل كأني جوليا هي ميسكة البالون تمام شباب يعني هاي أنا بصراحة أنسق يعني هذا الشي لقيته أنسب شي لهاي وفينا إيش نساوي هي ميسكة هوني بالون نقول له كنترول سي ننسخ عنا نقول له كنترول في باجي هوني بحط واحد صغير وهوني نقول له كنترول في كماني بعطيه بقول له واحد صغير وهوني بقول له كنترول في هاي ساويناها كلها ربوس قلبك يا جوليا الله يحميله إياها يا شباب طبعا كلها تكون أختي وكلها تكون بتعزوا على قلبي طبعا أخوكم برهان من الناس اللي شاروا يعني ناس الطيبين الطيبين بصراحة شارواكم بالخير خليلي ألكن جميع أنا ما عندي تفرقى يا جماعة أنا ما عندي أنا الشخص الحمد لله يعني يعني مو بس برهان في برهان وصبحي وبن جبر وهالناس الطيبين اللي الله كرمني فيهم أسامة يعني في عندي الحمد لله رب العالمين الله كرمنا بالناس الطيبين بفضل الله تعالى طبعا شباب هلا هيك نحن منكون اكتفينا من هاي الصورة اكتفينا من هاي الصورة هلأ رح وهاي ما أظن إنه داعي نحط له كونتور ما في داعي نحط له إنه نحن رح نختار الكونتور من الشاحنة نفسه طيب هلأ هوني هاي بس بضغط هذا الخيال خليني هيك أقول له سيف رح نحفظ هاي الصورة كمان منحفظها بصيغة جي بي جي منقول له سيف ومنقول له هلا شباب الصور اللي جبناهم كلن رح نحسفون من عدا هاي جوليا هاي جوز تلزمنا خليها منقول له نو إنه عبقلك هل تريد حفظ الملف هاي بدنا نمسحها وهاي بدنا نمسحها وهاي بدنا نمسحها وهاي بدنا نمسحها خلينا بس هاي جوز تلزمنا هلا نرجع الصور بس مشان أغير المعاسات تبعوتون هلا رح أعطيقه بين رح يدخلني على نفس الملف أنا ساويت هاي الصورة أول وحدة بجي بضغط عليها بضغط هاد الخيار image size لأشوف size قداش هاي 1066 بيكسل ب1569 بيكسل لأ نحن بدنا هاي الحجم تكون 650 بيكسل العرض الارتفاع خليها 750 بيكسل ورح أقل له اوك هيك هاي الصورة اللي نحن بدنا إياها تمام شباب هلا هاي رح نقول له safe رح نحفظها خلط حفظها بدون شايفين هاي طارت 650 بيكسل 750 بيكسل هلا بدنا الصورة الثانية تبع الجنب خليني أمسح هاي بس أشيلة اوكي هلا بنجي على صورة الجنب بنعطيه open اه صورة الجنب هاي هي هاي صورة الجنب هلا رح نشوف حجمها قديش image size هاد الخياف 1280 لا هاي لازم تكون 2800 2850 وهوني عنا 650 خليه مش هل نتحكم فيها ومنعطيه هاد الحجم اللي نحنا بدنا يا تمام طبعا شباب انت لازم يعني اشتغل على صورتك بعدين كبرة لانه لما بتكبرة رح يكبر كل شي تلقائي مع تمام شباب هلا هاي رح اعطيها safe خلص هي فت هتأكد مننا بس وين الصورة هاي شايفينها شون صار حجمة كيف صار شكلها هاي سيافت هلا منجي على صورة الظهر خليني امسح هاي اول open اينا هي اللي ساويناها للظهر هاي قلنا هاي للظهر رح نجي على MS size طبعا هاي هاي هاديك ساويناها 2850 هاي منعملها هاي منعملها 2850 2000 وهون 650 اللقوك تمام وهلا عطيه هون safe اتأكد مننا صارت خلص هلا شباب هون انتهينا من هذا البرنامج طبعا هذا البرنامج شباب انتو بتنسدود يعني دخول على اليوتيوب بتوب اسمه انا انا رح اترك لك اه رح اكتب لك الاسم البرنامج هلا انا فيني اعطيك رابط بس هذا الرابط مدفوع لازم تدفع حقه ففيه مهكر انا بصراحة كان بإمكاني اعطيك ايقونة التسبيت بس حجمه كبير وما بدي يتأخر التحميل معي وما بدي يصير عندي يعني فهمت علي هذا البرنامج يعني هلا فجوز اغلب الناس عندهم هذا البرنامج وفيه اغلب الناس مو عندهم اللي مو عندهم فينو ينزلو هلا شباب انتهينا من هاي النقطة خلصها من التصميم رح نسكر هذا البرنامج هلا بدنا نجي على صورة الاول شي قلينا نسكر هذا الصور رح نرجع على المجلد الشروحات على الملف ملف الشرح ندخل على السكين الأوالب نضغط عليها ندخل على بي ان جي نضغط عليها نجي لتحت على التريلر اي تي سي تو بوكس هلا هاي اوالب السيارات الاوروبية وهي اوالب السيارات الامريكية نحن بدنا اوالب السيارات الاوروبية نضغط عليها ناخد هذا الخيار هذا هو شايفينه هذا الخيار يعني الخيار اللي بالنص بيناتهم هذا هو نضغط عليه نعطيك لك يمين فتح باستخدام البرنامج اللي انا عطيتك ياتسكته عندك هذا هو البنت نت تمام نضغط عليه هلا نحن فتح عنا هذا البرنامج هلا شباب اللي بدي يلاقي مشكلة بتسبيت هذا البرنامج لربما يكون انت في عندك برنامج ناقص انه لازم تثبته يعني هو بيقولك او ادخل على اليوتيوب اكتب اسم البرنامج باليوتيوب وثبته عن طريق اليوتيوب هلا شباب هاي اول خطوة بنجي للخطوة التانية نجيب الصور ندخل على الفايل هون نعطيه اوبين هاي الصور هاي صورة السقف بنرجع بنضغط هون هاي صورة الجنب وعنا صورة الباب الخلفي هاي هاي الصور صاروا عنا تمام هلا شباب منعلم على الآلب اول شي بيجبنا بنضغط عليه بنجي هون هذا الول الآلب هذا اسم الآلب بنضغط عليك كليك شمال مرتين بنجي هون بنضغط هذا الخيار الشفافية شايفينا هاي تاني وحدة يعني هذا نورمال الاسم يعني تاني وحدة بنقول له بنضغط عليها ومنقول له اوك هاي الخطوة الاولى خلطنا مننا بنجي للخطوة التانية بدنا نفتح قبل ما نفتح لاير بدنا نحط لون الارضية نضغط هذا السطل هون شايفينه هذا السطل هون بنغير لون الاسود للأبيض هاي تغيير الالوان هاي بكرة الالوان يعني هلا هذا اللون ما نمعتمدين عليه هذا لون بس مشان الشفافية يبين معنا حروف حروف الآلب نضغط عليه صار عندي أنا لون أبيض تمام هلا شو بدنا نعمل هلا رح نضيف لاير تمام وبجي بسحب الآلب لفوق وهي اللير لتحت هلا أنا هون بعلم على اللير هون أنا بعلم على اللير اللي هو لاير اثنين هلا شو بدنا نعمل شباب هلا بنجيب الصور أول شي صورة الجنب هاي صورة الجنب شايفينه بجي بحط كنترول آي مشا نتعلم الصورة كلها وبعدين بقل له كنترول سي أخدت نسخ عن الصورة كلها وبعدين برجع على الآلب بقل له كنترول في هلا صارت الصورة عندي هلا هون أنا بقى ببدي حط الصورة على بجي هون شايفين هاي تحت بكبر شوي بس اتأكد انه البرنامج عب يسجل لانه صار فيني فيلم ما بدي كنت تضحك علي طيب هلا هاي بقى اربع لعند الحرف شايف هاي هون في هون خط مستقيم يعني مثل الزوايا اللي المساوي الآلب كل الآلب له زوايا شوف الزاوية وين هاي الزاوية شايف وبجي بصحب هاي لعند الزاوية لا تمام هلا بجي بقى زبط الحروف اليمين والشمال بجي بقى الارتفاع هاي لازم تنزل لتحت وان الخط شايفينه وبنجي لهون هاي ما بدا شي اجت لهون يا عزبي هاي على الحرف وهاي على الحرف تمام شباب هلا هاي اول وحدة خلصنا منا بجي انا بعمل لها كونترول سي عشان اخذ الحجم نفسه وبنزل لتحت بقول له كونترول في صارت عندي تحت بنفس الحجم يعني بدون لا اكبر ولا اصغر وامد بس عبارة اني انا اضبط بمكان هون تمام شباب هلا هون هاي بدا رفع شي بسيط بس ايوه تحت بدا هون شوي شي بسيط هون بدا تمام تحت شايف هاي لازم تحط هون على الحرف وهون لازم تحط على الحرف هون صورة الظهر جازة هلا طل عندي صورة ايش صورة الجنب بجي بضغط عليها كنترول اي مشان نعلم كنترول سي ومنجي لهون كنترول في خلينا نكبر مشان نشوف شو عم نعمل بجي بسحب هاي هاي شوف الدورة بسحب لهون هاي وبجي هون الجوانب بجي هاي لعند هدا الحرف شايفينو هدا الحرف التاني وبجي للطرف التاني بسحب للحرف هون هلا خليني اظغر هيك الوضع تمام مية بالمية هلا هيا نفسها بجي بعمل لها كنترول سي وبجي هون كنترول في بجي هون هاي ها تجي هون على الحرف وهون ها تجي على الحرف تقريبا وهون جاي مكانة بس بدي رفع شي بسيط على الحرف هلا بقول له كنترول دين هلا هاي هاي اذا الالب جاهز معنا لضل الخطوة الاخيرة اللي هي اللون لما بدنا نحط اللون اول شي نضغط هون نرجع الالب نفسه نضط على فوق هون شايف ه وبشيل هاي علامة الصح بشيل هاي علامة الصح هلا هلا انت بدك تختر اللون يلي بدك تحطه مع هاي هلا أنا فيني أقول أنه هلا فينا نحط لون الأصفر رح يطلع حلو باجي بختار هاي علامة اللون هاي شايفه وباجي بأخذ هذا اللون الأصفر هوني ما علم اللون لأنه شفابية خليني هوني يعلم اللون هذا الأصفر شايفه هلا بأخذ برجع لهون أنا لما شلت علامة الصح من هون لازم هلا برجع لهون على الليار اثنين بعلمه وباجي هلا بحط اللون هلا باجي بحط الصطول هون طبعا هدا اللون الأصفر جاهز باجي بأعمله هيك علمته باجي هوني هلا بدي أحفظه برجع لفوق بس بدون ما أحط على علامة الصح بس بعلم هاي فوق شايفه بعلمه فوق باجي لهوني بقوله سيف هدا أول خيار سيف طبعا هوني بنكتب سكين مثلا هاي هاي سكين هوني الصيغة بي ان جي هذا هو هاي الصيغة بي ان جي هاي الصيغة شايفه هاي الصيغة تمام هلا باجي انا على الدسكتوب راي احطه بالصور هلا طلع هوني ما فتح عندي ولا صورة لانه ولا صورة بصيغة البي ان جي بقل له وهوني بقل له اوك وهوني بقل له هادا الخيار شايفو هادا هلا خلصنا الآلب هلا خلصنا الآلب هلا شو لازم نعمل هوني خلصين هلا مروح على نرجع عن المجلد نفسه ملفات الشرح ننزل على الايقون هلا عندي هوني ايقونتين انا تمام شباب عندي هون ايقونتين في واحد وفي اتنين هاي الايقونة اللي بتجي على مجلد على مجلد المود وهي الايقونة بتجي جوات المود هلا انا بدي هاي الايقونة انا تكون عليها نفس صورة المود بضغط عليها بقل له فتح باستخدام الفوتوشوب نفسه هلا رح يفتح ليها بالفوتوشوب بجي انا عالصورة نفسها بختار اي صورة من هدول او هاي انا رح اختار جوليا هاي انت اي شي بدك يابحطه المهم بجي بجيبه لهون بجيبه لهون هاي جوليا بجي بعمل له هايك هاي جوليا هون الصيغة هاي صيغتها لازم تكون جي بي جي الصيغة هاي الايقونة الكبيرة لازم تكون جي بي جي هلا بجي بقل له سيف بقل له اوكي وين بحطها بحطها بالصور نفسهم بالصور خلي كل شغلنا هون بالصور هون بجي بقل له هاي جي بي جي تمام وبقل له سيف بقل له اوكي بنجي على الايقونة الصغيرة هاي كمان منقول له فتحك استخدام الفوتوشوب جي بجي بجي ب تريد تجيبها بهاي الطريقة وتريد تجيبها بهديك الطريقة ما بتفرق هاي لازم تكون صيغة بي ان جي هاي لازم تكون الصيغة بي ان جي نفس الشي خليني اجيب كلمة جوليا مسلا وين هاي جوليا هاي في اتنين بجيبها لهون هلا بجي بزغرة طبعا انت حط اللي بدك ياه يعني انت اش اللي بدك ياه بتحطه تمام هلا هاي هون تمام طبعا هدول مقاساتهم انا عيطيك ياهون مقاساتهم لازم يكونوا علميلي يعني انت لا تنعف فيهم انا عطيتك كقالب انت حط اللي بدك ياه هلا هون بنا نعمل لها سيف سيف هون بنجي للصيغة بقى صيغة البي ان جي وين البي ان جي هاي جي بي جي بدي بي هاي بي ان جي تمام نروح على الدسكتوب على الصور طلع الفتح لي فتح لي القالب لانه القالب بنفس الصيغة مع انه هنه كلهم موجودين بالصور هلا بقى له سيف تمام شباب هلا بقى بدنا نشتغل على مود استيديو بدنا نحول اللي شتغلناه لمود نرجع على ملفات الشرح ندخل على مود استيديو هذا مود استيديو طبعا هذا انا بس انت لما بتكت فك الضغط تضغط عليه كليك شمال مرتين دبل كليك يعني وهي مود استيديو هاي الايقونة تبعته تضغط عليها هاي فتحنا مود استيديو شباب اذا انت ما بفتح عندك مود استيديو بيكون فيه برنامج ناقص عندك على جهازك لحتى يشغل هاد هو لحاله بيقولك انه لازم تعمل هاي او دخول على اليوتيوب بس طب مود استيديو بس هو بيثهل يعني ما بده شي نجي بنضغط هذا الخيار ستار تمام هون عندي يورو تراك سولوميتر وعندي امريكان تورك طبعا نضغط على اليورو تراك سولوميتر تمام نجي بنضغط على هذا المود يعني نعطي مسميات المود هاي نضغط عليها هوني مود نيم اسم المود انا بدا اقول جوليا مود اوترا يعني اسم المود هوني خلينا نقول سكين جوليا طبعا هوني شباب الاصدار يعني هوني اصدار اللعبة انا بحطه اصدار اللعبة واحد فاصلة خلينا نقول 30 يعني بيشتغل معك من 30 وانت طالع او تحطه واحد فاصلة حطه واحد فاصلة واحد يعني ما في اصدار يعني فهمت علي نجي هوني شباب نحط التريلر بعدين ننزل لتحت نحط هذا الخيار هذا تمام هدول هنه البنتجو هلا بنجي على الايقون نضغط عليها طبعا هوني ايقونة المود السيديون احنا ما بتنا هي الايقونة بدنا الايقونة اللي احنا انشعناها ندخل على الديسكتوب ندخل على الصور هاي هي الايقونة صارت عندي الايقونة التست انه هو اذا بدك تكتب شي يعني اذا بدك تكتب شي للتست هاي ما نفية بعدين نجي على هادا الخيار نضغط عليه هاد شايفو ادت يعني ادت الاوالب تمبلت يعني هون الاوالب هادا هون بس تحط الموس على السهم شايفه لا حط الموس على السهم بطلع ما انت هو بس انت حطه على السهم هيك لحتى ينزل على الاخير منجي على هادا الخيار اللي هو تريلر سكين منضغط عليه ومنجي هون فتحناه منضغط عليه هلا هوني عنا السكين اللي انت عليش دك تحطه طبعا على البوكس هادا الخيار بوكس تريلر شايفو هاد هاد بعدين منجي هون هوني انتبه هادا هاي مهمة خلينا نقول جوليا في واحد بدي يكون مختلف عن الاسم اللي سمينا اول مرة تمام لانه هادا رح تشوفو هلا وين رح يظهر هادا الاسم هوني سكين نمبر يعني سكين نيم اسم السكين نحط سكين في واحد جوليا هوني الثعر الاسم هاي حقه عشرة يورو طبعا هوني الليبل اعتبارا من الليبل واحد او من الاعتبارا من الليبل الخمسة انت بتحكم بالليبل هوني بتترك كل شيء متل ما هو ما بتساوي شيء ابدا نجي هوني على الايقون نضغط هون لحاله هلا وين رح ياخدني رح ياخدني على الايقونة اللي احنا ساويناها بجي بضغط عليها نجي هون الالب طبعا نفتحه هادو العلامات الصح كلها لازم نحطها انه مشان يشتغل معك الالب على كل المقاسات تمام نتأكد انه علامة الصح كله انصح هوني للاضافات للالب احنا ما عنا اضافات للالب نرجع هوني ما بقى لك شغل بهادول ما بقى لك شغل هلا بقى بدي اجيب الالب نضغط على هاي لحاله رح يجيبني لوين لهون لانه انا هاي فتحتها من البداية لما اخدت الايقونة الكبيرة بجي بضغط عليها هلا صارت عندي انا وين صارت عندي جاهز هلا بجي بدخل هون على الفايل بكبس عليها نجي على export mode نعطيه export فتح هوني عابيقلك انه وين تكتحفظ المود هلا انت بإمكانك انه تخليه فورا يروح على المود رأسا او تجيبه على سطح المكتب هلا انا بدي اقول اني انا رح ابعته على المود فورا على سطح المكتب بغط على بديكي مونت على اليورو تراك على المود هلا هو الحال ورح يجي هوني دك تسمي المود هوني بحط سكين جوليا في واحد فاصل تليتين بسعة و تليتين شهطة واحد فاصل تليتين أربعين طبعا انت بتسمي اللي بدك ياه يعني هذا انت عابي تسمي المود انت هيب انشأت مود وبجي هوني بعمل له سيف هلا هوني عبي اعمل لي اكسبورت مود تمام هلا صار المود عندي هلا شباب رح ندخل على اللعبة هاي اليورو تراك هاي مود هاي جوليا شايفينا نضغط عليها بنقول له كونتنيو بنقول له اوكي هلا بنروح على التريلا بناخد اي تريلا بوكس مثلا خلينا نقول هاي التريلا تمام نضغط عليها مندخل على الصيانة ندخل على السكين هاي سكين جوليا ببروك عليكم البرنامج والسكين وانتو بتساووا اللي بتكونيها شايفين انا بصراحة كتير حبيت قصة البالونة يعني انطبعت على اللون طبعا هذا اللون الاصفر اللي انا حكيت لكم عنه اللي لازم نحط اللون نختار اللون هذا هو اللون وهي هون الضهر هلا خليني اشتري التريلا انا عالسريع هلا نعطي الكاميرا الحرة صفر نعطي افتسعة هاي التريلا صارت عنا هاي نتفرج عليها شايفينها هاي صورة الظهر طبعا صورة الظهر هاي السيارة تمشي كنت لازم انا اخذ يعني اجيب يعني اقصمة بالنص بس راحت عن بالي كنت انا فيني اقصمة بالنص لما بجي بمد الصورة طبعا هاي صورة الخلفية وهي الضهر وهي السيارة تمشي طبعا شباب خليني اراسط في المكتب طبعا شباب هلان احنا اليوم هذا الفيديو جزء اول لانه الكتابة على الشاحنة يعني هلا يمكن هذا الفيديو طويل فانا هو ان شاء الله و تعالى رح يتجزأ هذا الموضوع لثلاث اجزاء نحن خلصنا هلا من الصور بالتريل والصور انت بتختار الصورة اللي انت بتعمل اللي بدك ياها انت انا ساويتلك الشرح على الصورة اللي انا بدي اياها انا وانت ببينك تساوي الشرح علشي انت بناسبك صور اعلام الوطن العربي ووائل اخرين تمام شباب وشغلة تانية اللهم صلي على سيدنا محمد خطوة حلوة انه انت تفرح ابنك يعني تخيل شو بيكون شعور ابنك ان انت عم تلعب وبارك جنبك هيك عم بلاقي صورته بالشاحنة يعني موقف كتير حلو لابنك الله يحمي لك ياهن والله يخلي ولادكن جميع يا رب شباب ديروا بالكم على حالكم وبالنسبة لموضوع الباسبورد الباسبورد كي ام 2021 كي ام بس انا بتمنى منك انه انت تابع الشرح صح مشان يكون شغلنا كله صح وما يكون عندك اخطار استودعتكم بالله كان معكم اخوكم ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة